أيضا هذا الورد نعم نعم هذا الورد يا أخي الصباح والمساء والأشار أيضا بعد الصلاة من حافظ على سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين كل واحدة ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريكة لآخره وش الجزاء غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وكذلك شيخنا بسم الله الذي لا يضر عسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضر أحب نعم يحفظ نفسه هذا من أذكار الحفظ لأن الأوراد مثل ما قال الشيخ ناصر تنقسم إلى أقسام من الأوراد ثناء على رب العالمين ومن الأوراد إعلان الولاء والطاعة ومن الأوراد دعاء يحفظ الإنسان به نفسه دعاء يحفظ الإنسان به نفسه فمن أذكار الثناء آية الكرسي هذا نعلى رب العالمين ومن أذكار إعلان الولاء والطاعة رضيت بالله ربه وبالإسلام دينه أو محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وأيضا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلم وما كان من المسركين ومن أذكار الحفظ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ومن أذكار الحفظ أعوذ بكلمات الله التأمات من شر ما خلق ويجوز الإنسان أن يقول أعيذ زوجتي وأولادي بكلمات الله التأمات من شر ما خلق ومن أدعية الحفظ وأذكار الحفظ أن يقول للإنسان اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني عن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمة كان اغتال من تحتي هذا كله يا أخي دعاء فيه خير عظيم